طيب اعتداء على جنين تطور خطير الحقيقة وتصعيد غير مرغوب وغير محمود ولا ينصح به يعني انا بعض افكر هو الناس دي ملهاش اصدقاء تنصحهم طيب يقول لهم اللي بيحسن جنين دي تاني اكبر مدينة فلسطينية فلسطينية جنين دي بتتوسط فلسطين الضرب في جنين لا الضرب في جنين شديد الخطورة الاعتداء على جنين حقيقي شديد الخطورة وعلى ما يبدو ان متخد قرار الاعتداء على جنين لا يستوعب حجم المخاطر اللي ممكن تذهب اليها الاسرائيل الخوف كل الخوف من انه هذا التصعيد هيشهد امامه تصعيد مقابل واكثر شراسة بل وتكتيكيا هيصبح يعني لا هو هيتسبب في ألم شديد لدى الجنب الاسرائيلي ألم شديد يعني مصر بطبيعة الحال هي حاضنة حقيقية لهذه القضية مصر على لسان رئيسها فخامة رئيسها بالفتاح السيسي مصر بالنسبة لها القضية شعبيا سواء اذا كان عند الرئيس او على المستوى الشعبي هي القضية المركزية يعني قضية الصراع العربي السهيوني في الشرق الاوسط دي قضية مركزية حل الدولتين ده هدف مصري وقف اي الشكل باشكال اعتداءات هدف مصري التوصل الى تثبيت لا ايقاف اطلاق نار من الجانبين هدف مصري وصولا الى ايه وصولا للجلوس على مئدة مفاوضات علشان اقدر اوصل لحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة فلسطين قيلت بدل المرة الاف المرات على لسان المصريين قيلت اكتر من مرة او اصف عشرات المرات على لسان فخامة الرئيس ويمكن حتى من اللحظة الاولى ليه في حفل التنصيب بقصر القبة القاهرة وقال حل الدولتين على ان تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين طيب خلوني افهم حول ما يحدث خلوني افهم اكتر تابعات ما قد ينجم او ما قد ينجم بالفعل عن مسألة الاعتداءات والضرب داخل جنين دكتور طارق فاهمي استاذ العلوم السياسية اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا سيادة النائب ازاي حضرتك كله تمام ازاي حضرتك الحمد لله وكذا ايه اللي بيحصل وما الذي يدور فيه مخيلة متخذ قرار الاعتداء على جنين هو بالتأكيد طبعا هي لحظة مهمة جدا دي ادراك ان ما يجري ليس استهداف المدينة مدينة جنين بكل ما تحمل من رموز لكن الاشكالية الكبرى حضرتك سيادة النائب هي مرتبطة بامرين حالة التصعيد الغير مبرر بالنسبة لاسرائيل باستهداف هذه المدينة وهذه المدينة منذ عدة اشهر بتشهد يعني مواجهات مع القوات الاسرائيلية لكن اليوم ما جرى اليوم هو تغير نوعي بمعنى انك بتستهدف حضرتك المخيم بهذه الصورة وبتستخدم العباتشي والسواريخ الموجهة بصورة مباشرة العضية مش في الاستخدام المباشر لانه طبعا لم يتم ضرب المدن الجانبية لكون مدن استراتيجيار مباشرة بهذه الصوريخ منذ الانتفاضة الثانية وبالتالي هذا تغير نوعي يؤكد لحضرتك ان قادة اجهزة المعلومات في اسرائيل وخصوصا جهاز الامن الدخل الشباك بدأ يفقد عصابه في اطار استهداف القيادات والعناصر اللي هي عناصر المقاومة الفلسطينية الموجودة في هذه المدن واستيادها بصورة كبيرة طبعا في فارق كبير في التكتيف العسكري والسراتيجي بين قطاع غزة وبين مدن الضفة مدن الضفة مدن مغلقة اجتياحها صعب للغاية تتمتع بطمقرافية مختلفة تماما وبالتالي اسرائيل ستدفع ثمنا كبيرا وباهزا ومكلفا وربما كان بعض الضرب كان فيه ردود عليفة في داخل اسرائيل وداخل الحكومة المصغرة حول تحمل ما سوف يأتي لأن هناك تحذيرات كبيرة من قابة الأجهزة ومجمع الاستخبارات العام مساد لي اللي هو بيترقصه رئيس المساد لي اللي هو أعلى من كل قابة أجهزة المعلومات الإسرائيلية المحتلفة داخلية وخارجية في تحذيرات المهاردة خرجت من أنه احنا قواعد باشتباك وقواعد الاشتباك بتتغير فحيبقى ستناه بحنا أمام سيناريوهين سيناريو يوم جهنم وهذا ما تتوقعه أجهزة المعلومات الإسرائيلية لأن المقاومة الفلسطينية سترد وهناك طبعا تحذيرات من انفتاح المشهد العسكري بصورة كبيرة لكن خلينا أقول خلفية القرار خلفية القرار أن في قيادات في المنطقة الوسطى تغيرت ودي تريد أن تثبت كفاءتها وفي قيادات في الجيش الإسرائيلي تولت مهامها خلال الأيام الأخيرة فتريد أن تؤكد أن هناك عنصر المقاومة موجود وبالتالي قوات المستعربين اللي هم بيدخلوا المخيمات والعناصر الخدمة السرية بيدفعوا بهذا الإطار محاولة لإثبات أن هم موجودين على الأرض التكتيك العسكري والاستراتيجي جديد وأنا أعتقد أنه ستكون هناك مواجهات خلال الساعات المقبلة وزي ما قلت لحضرتك إسرائيل ستدفع ثمن لمقامة دي بصورة كبيرة القضية ليست سنة دفع عناصر حراكسة المقبلة القضية هو محاولة للدخول في أماكن التجمعات واستياد العناصر الرئيسة فيها وطبعا حضرتك تعلم أنه كتيبة جنين هذه الكتيبة كتيبة مهمة بتندرج من سرية القدسة ومقاتليها يعني مصنفين ومطلوبين على قوام الاختيالات في إسرائيل فبالتالي حتبقى فيه إشكالية كبيرة لو حيتم التصميم على اكتحام المخيم الجنين لأنه المناطق التماس في شمال الدفعة الغربية مناطق التماس وهم يسمونها مناطق نار فبالتالي عملية العملية التي تمت اليوم ليست في قضية سقوط القتلى الإسرائيليين لكن هتبقى فيه مواجهات وحيبقى فيه استهداف وخريطة الاستهداف هتتسع القيادات الجديدة الإسرائيلية تريد أن تزبط كفاءتها ومكانتها في المواجهة وبالتالي المقاومة الفلسطينية حيبقى عليها طبعا رد كبير فيه السطرة المقبلة أنا أعتقد أنهم يعني إحنا أمام مشهد مفتوح طبعا كما تعلم إحنا مصر إحنا الدولة الأولى زي ما حضرتك أشكت وتكرمت لأدانة الاعتداء اللي شنته الكوات الإسرائيلية على المدينة النهاردة ثلاث ذلك طبعا فيه عواصم عربية حتى هذه اللحظة بتدين لكن في النهاية نحن أمام واقع فلسطيني يعني يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تقييم إحنا في مرحلة حضرتك سيادة النائب مرتبطة في حسم الصراع هذه الحكومة الإسرائيلية وأجهزة أمنها تريد أن تحسم الصراع حضرتك ولا تديره كان هناك مراحل كما تعلم حضرتك في إدارة الصراع اليوم الحسم الحسم بمعنى أنه هتبقى فيه مواجهات وحتبقى فيه سيناريوهات صفرية ومحاولة دفع المقاومة الفلسطينية إلى حفة الهوية النهاردة فيه جيل صعد من المقاومة الفلسطينية في العديد من المخيمات في المدن السائرة ودي كتائب غير مصنفة يعني وجوهها غير معلومة وغير معلومة لأجهزة المعلومات أو بنك الأهداف الإسرائيلية وبالتالي بيفصر لحضرتك الحالة التي قامت بها إسرائيل باستهداف مدينة تنين اليوم لأنه هم بيحدثوا قواعد معلوماتهم وهذه الكتيبة أغلب عناصرها مطلوبين على قوام الاختيالات فهتبقى فيه مشكلة متعلقة بانتقال هذه الأهداف من مدينة إلى مدينة أخرى وفيه تشتت فيه المواقف والتوجهات أعتقد أن السيناريو الصفري هو اللي هيبقى مطلوب في الفترة المهمة طب دكتور طرق صححني بعد إذنك يعني أنا ممكن أدعي شوية أن أنا عندي شيء من الدراية المعقولة بحركات المقاومة الفلسطينية واللي حصل النهاردة في جنين ده هيؤدي عمليا إلى أن المقاومة هتوجه الضربات بتاعتها للعمق الإسرائيلي وتحديدا العمق المدني بالإضافة إلى أنه هيتعمل استهداف بحركات نوعية لكوادر بحد ذاتها في أجهزة الأمن الإسرائيلية وده مش جديد على المقاومة بالمناسبة إضافة إلى أنه زي ما حضرتك الحقيقة تفضلت وقلت الكوادر الجديدة اللي موجودة في المقاومة لو أنا حبيت أوصفها وصف بسيط حتى مش هقول دقيق يا كوادر لا أسمع لا أرى لا أتكلم أنا أنفذ وبمنتهى الشراسة لأنه دي ناس نفسها خلص فما بقاش في عندها دلوقتي قدرة على أنه أنت هتضربني وأنا مستعدة أقعد على مئدة مفاوضات يعني من الآخر رحم الله ياسر عرفات ما بقاش موجود اللي موجودين دلوقتي في صفوف المقاومة المسلحة سقور ولا يوجد احتمال واحد أنهم ما يتحولوا لحمائم إلا لو بجد هنقعد على طرابيزة حقيقية عشان نضح حلول حقيقية قابلة للتنفيذ يعني أنا أتفق مع كل ما أشرت إليه وتكرمت حضرتك حضرتك لخص سيادة النائب المشهد الحالي نحن الآن تمام مقاومة نوعية ومقاومة مختلفة تماما عن جيل المقاومة الأطبابية وكالجيل بعد الإنفاضة الثانية ومثلات هذا الجيل قياداته في العشرينات خليني أصنف لحضرتك سريعا الطبقة الشريحة اللي هي العاملة الآن في عناصر المقاومة أنت لديك أكتر من 14 كتيبة موجودين في المدن الفلسطينية السائرة كلهم وفق بنك الأهداف الإسرائيلية شخصيات غير معلومة غير معروفة تتمتع بقدرات قتالية كبيرة تندرد تحت صفة الأكثر أهمية بالنسبة لأمن إسرائيل في التعامل يعني الموضوعين في قوائم الإختيالات بصورة كبيرة بيحطوا علامات على أهدافهم وده بنك أهداف بالنسبة للإسرائيليين هذه العناصر هي من ستبر إسرائيل على الجلوس إلى مائدة التفاوض وستأتي بالحق الفلسطيني وبالتالي القضية ليست هذه العناصر أو الكتائب تتبع الحديث عن أن هذه الكتائب تتبع حركة الجهاد هذا إجحاف للعناصر في كتائب الجنين الفرعية التي خرجت ومنها الأمن الصور ومنها تنظيم الأسود وفي تصنيفات كثيرة جدا لتنظيمات هي الآن تمارس نوع من المواجهة الأمنية والاستخباراتية مع الكوات الإسرائيلية محاوف إسرائيل حضرتك تتركز في حكتين أولا لا توجد خريطة واضحة لهذه العناصر المقاومة اتنين أن هذه العناصر لديها قدرات قتالية كبيرة وبتتدع وسائل المقاومة غير معلومة للجنود الإسرائيليين والنهاردة هما الحديث ليس فقط حضرتك على عضوات ناسفة أو كمائن كما ردت الإعلم الإسرائيلي لكن قواعد الاجتماد بتتغير بمعنى أن هما يخشوا من التحامات في مناطق النار يبقى في مواجهة للجنود والضباط الإسرائيليين حضرتك تعلم منطقة به وجينه مناطق نار وفق اتفاقيات أسلو وفي تحركات المركبات وحلصات أمنية طوال اليوم والممرات والطرق إذا تم استهدافها سننتقل بمواجهة إلى نوع آخر في مراحل معنا كنا بنتكلم حضاك سيد النائب على أعمال التمرض والمقاومة وإحدى الشلل في المناطق والمدن اليوم بنتحدث عن تكتيف مختلف ونوع هذا ما يزعج إسرائيل بهذا التوصيد ولهذا كما قلت لحضرتك أن التقييم للعملية اليوم بيقول أنه إسرائيل ستذهب إلى يوم جهنم إذا لم تستمع لصوت العقل هذا الكلام من داخل أجلسة المعلومات يعني أنت لديك تحفظات من جنرارات كبار أن إسرائيل بتدخل به المواجهة مع هذه الكتائب بساحة أخرى من المواجهة وبالتالي هذا الجيل الجديد الصاعد في الدفة الغربية أنا في تأديري هو من سيجبر إسرائيل أمنياً وسياسياً حضرتك على الجلوس والتفاوت حينما تحين هذه الأوقات لهذه نحن لا نتكلم اليوم على خيارات سنية هذه الحكومة التي جاءت لي تحسم أسراع ولا تديره ولا تبحث عن حل حقيقي تحت هذه الضغوطات الأمنية ولعناصر المقاومة الجريئة والتي تخرج بالإطار وقواعد الاشتباك التقليدية إلى المساحات الجديدة هي من ستدبر إسرائيل الأمنية والسياسية على التفاوت حينما يكون هناك نقطة التفاوت نبدأ منها طبعاً لحل مستويات في أسراع العرب الإسرائيلي طب دكتور طرق هل هم مستوعبين وبرضو صححني في لو أنا غلطان هل هم مستوعبين أن هو مقبل على مواجهة مع مجموعات مقاومة قادرة علشان حرب مدن شرسة هل هو مدرك ده والحاجة التانية برضو هل يعني خلت إسرائيل من السياسيين يعني كان زمان فيه ربيين هل خلت إسرائيل من السياسيين وأصبح كل اللي موجودين دلوقتي مجموعة متشددة متطرفة لا تنظر إلا أنه الحلول هي عبارة عن الحسم بعنف يعني سات النائب إسرائيل تمر في هذا التوقيت بأسوأ مراحل عبرها إسرائيل لم تكمل في الإقليم كما ذات تعلم سات النائب ناعت عام الآن اللي بيجير الدولة مجموعة هواه ليسوا سياسيين يعني هم ليسوا أكثر من مستوطنين كل الوزراء اللي بيمثلوا الحكومة الآن فيهم 11 وزير أصلا مستوطنين عايشين في أماكن مستوطنات هم جاءوا منين جاءوا من حركات العنف جاءوا من حركات التطرف الحركات العنصرية كهانة حية والحركات اللي كان ممنوع عنها العمل بالسياسيين فاليوم لا يوجد في إسرائيل سياسيين بمعنى سياسيين حضرتك أشبت سات النائب إلى رابين لا يوجد سياسيين يعني حتى العسكريين آخر جنراتهم الكبار هو ممثل في شارون كان لكن اليوم حتى القادة العسكريين لا يحملون تاريخا جديدا لذلك يريدوا أن يبنوا تاريخ في المواجهة مع قطاع غزة في الضفة الغربية لم يختبروا اختبارات جيدة وبالتالي إسرائيل الآن بتبحث عن خيارات القوة خلينا نقول نقطة مهمة جدا جيش الإسرائيلي يمر في هذا التوقيت وأثر عملية تحديث وفي قطاعاته العسكرية والكتالية بتحول إلى جيش ذكي قوامه مئة ألف مقاتل ما يدرس الضفة الغربية حيخليهم يرجعوا منصريات الأمنية هنا متكلموا حضرتك سات النائب عن الزراج أمن قوم جديد ما بقاش في النهار حاجة منها الزراعة الطويلة والجنود الإسرائيليين حيث يصل للحدود دا كلام انتهى في إسرائيل إسرائيل الآن تعود إلى فكرة الدولة المنعزلة الدولة التي رفضت في الإقليم الدولة التي غير معروم لمواطنيها ولكمهورها أي عاصمة يعترف بها العادة تلي في لحظة الآن تتطلب منا كمصريين وعرب الدخول على الخط ومحاولة لبناء قواعد تعامل مع هذا الكيان في هذا التوقيت الكيان ضعيف غاية أول يوم السبت اللي فات حضرتك للأسبوع رقم 23 حالة تظاهرات في شوارع السائل كل يوم سبت المجتمع منقصد المجتمع لا يحمل سوى رسائل العنف والمواجهة مع العالم العربي ومعرفة السنة بالتالي لا يملكون رؤية ولا مقربة نتنياهو الآن في حالة عداء في الإقليم الولايات المتحدة لم توجه له دعوة استياراتها كمتائح تسمع كل رئيس سراء ووجهت بدلا منه إلى الرئيس الإسرائيلي لم ينجح فيه مشروع السلام الإقليمي ولم ينجح فيه مشروع السلام الاقتصادي التي حدث عنه وبتكلم على السلام الأمني لم يقدم رؤية أو مقربة سياسية فإسرائيل في أسوأ حالتها وأضع حالتها أنا أعتقد أن إحنا علينا كمصريين وكدول عربية أن نبلو الرؤية للتعامل مع الواقع الإسرائيلي الجديد هذا الواقع الجديد لابد أن نتعامل معه بواقعية سياسية وأن نواجه إسرائيل إسرائيل في أضع حالتها في هذا الطويل وأنا عندي فرصة ولا تملك خياراتها يعني وأنا عندي فرصة لا تملك خياراتها صحيح صحيح أنا مشكورك جدا دكتور طارق كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية